هذا وشهد الرئيس السيسي ورئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين بشأن الشريحة الأولى من دعم الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة مليار يورو ويأتي ذلك في ظلي تنمي العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي لسيما بعد التوقيع على اتفاقية ترفيع مستوى الشراكة بينهما لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة إذ سيشهد المؤتمر توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين الشركات الأوروبية والشركاء المصريين بقيمة أكثر من 40 مليار يورو في العديد من المجالات والقطاعات